وهذا السؤال يبدو من العراق رواية جاءت في غيبة النعماني صفحة 337 عن مالك الجهني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن نصف صاحب هذا الأمر بصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه وسؤال عن مضمونها وعن دلالتها لأن الرواية أوردها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة وأوردها في سياق الأحاديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فيتصور المراجع لهذا الكتاب أو أسائل من أن الرواية خاصة بإمام زماننا الرواية ليست خاصة بإمام زماننا الرواية تتحدث عن الإمام المعصوم بنحو عام هناك عدة نقاط لابد من الإشارة إليها أولا الراوي الذي نخل لنا الرواية والذي سأل الإمام الباقر مالك الجهني مالك الجهني إذا أردنا أن نعود إلى رواياته وإلى أحاديثه الأخرى فإنه دائما يتحدث في هذا الجو في أي جو إنه دائما يتحدث في منازل الإمام المعصوم هنا ماذا يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نصف صاحب هذا الأمر هذا التعبير ليس خاصا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذا التعبير في حديث أهل البيت وفي أسئلة أصحاب الأئمة للأئمة يستعملونه في الحديث عن المعصومين جميعا وإنني أقول من أن مالك الجهني هنا أصلا يتحدث عن الإمام الباقر نفسه هذا لا يعني أن المعنى لا ينطبق على إمام زماننا لأن الحديث عن صاحب الأمر هو حديث عنهم جميعا صحيح أن هذا اللقب صاحب الأمر صار في وسطنا معروفا لإمام زماننا ولكن هذا الوصف وصفهم جميعا صلوات الله عليه كل واحد منهم هو مهدي هو قائم بالأمر وهو صاحب الأمر وكل واحد منهم هو صاحب العصر صاحب عصره لكن لأننا نعيش في عصر الغيبة وفي عصر إمامة الحجة بن الحسن ولأن عصر إمامته طويل ولخصوصية المشروع المهدوي ورد هذا الاستعمال في أحاديث أهل البيت لهذا المصطلح صاحب الأمر بخصوص إمام زماننا وإلا فالعنوان هو عنوان لهم جميعا الإمام الحسن صاحب الأمر الإمام الحسن المشتبأ والإمام الكاظم صاحب الأمر والإمام الجواد صاحب الأمر وهكذا جميعا وكلهم قائمون وهذا المعنى إذا ما رجعتم إلى زياراتهم الشريفة الزيارات الجامعة ولا أتحدث عن زيارة واحدة بعينها عموم الزيارات الجامعة وحتى الزيارات المفردة المخصوصة والمطلقة فإنها تشتمل على هذه الأوصاف والألقاب لهم جميعا خصوصا وأن الرواية ما ذكرت المصطلح ما قالت صاحب الأمر هكذا قد إنا نصف صاحب هذا الأمر فمالك الجهني ما قال صاحب الأمر قال إنا نصف صاحب هذا الأمر إننا نصف الإمامة المعصومة بالصفة التي ليس بها أحد من الناس هذه القضية مثل ما قلت قبل قليل إذا أردنا أن نعود إلى الأحاديث وإلى الروايات التي نقلها لنا هذا الراوي نفسه مالك الجهني فإننا سنجده يتحدث في أجواء هذا المعنى الذي أشرت إليه على سبيل المثال رواية من الروايات هو يقول لما اختلف الشيعة في وصف الإمام يقول كنا جلاسا خارج المدينة يشير إلى المدينة المنورة عدد قليل من الشيعة كنا جلاسا خارج المدينة نتحدث عن أوصاف الإمام فخطر في قلوبنا أن من أوصاف الإمام الربوبي فيقول لا ندري من أين جاءنا الإمام صادق بنحو المباشر وإذا هو على رؤوسنا قال إنكم تتحدثون عن الربوبي قلنا ابن رسول الله خاطر خطر الآن في قلوبنا فقال اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا بعد ذلك ما تريدون أن تقول اجعلونا مخلوقين رواية أخرى على ما يقطر في بالي كان جالسا عند الإمام الباخر الرواية في كشف الغمة لعلي بن عيسى الأربلي وفي مصادر أخرى كان جالسا عند الإمام الباخر صلوات الله وسلامه عليه يقول فكنت أحدث نفسي بعظمتي وعلو شأني الإمام الباخر وأقول فيما بيني وبين نفسي وأنا جالس بجنبه إن الله قد عظم أمرك وإن الله قد كرمك وجعلك حجة فالتفت الإمام إلي وقال إن الأمر يا مالك أكبر من ذلك مراد أن مالكا الجهني هذا كان يدور في هذه الأجوال وهذه الرواية في نفس هذا السياق لهذا ماذا قال أئمتنا أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنها الموسوعية في الروايات تجعلنا نفهم سياق الروايات أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنها وفهمهم منها إذا ما نظرنا إلى روايات مالك الجهني هذا فإن الأحاديث والروايات التي ينقلها هي في هذا الجو ولذا هكذا يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس من خلال السؤال والجواب نستطيع أن نشخص ماذا يريد مالك وماذا أجاب الإمام صلوات الله وسلام عليه فمثلما الأجوبة تكشف عن مضمون المجيب كذاك هي الأسئلة تكشف في كثير من الأحيان مضمون السائل حينما يسأل السائل سؤالا فإننا نستطيع أن نشخص مدى علم هذا السائل ومدى فهمه نستطيع أن نشخص مضمونه حين يقال من أن الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الأسئلة الكلام لهو شان مفاتيحها الأسئلة حين يجيب المجيب عن السؤال وفي بعض الأحيان حين يسأل أسائل فإن سؤال يحدثنا عن مضمون السائل ونحن بين أيدينا سؤال وجواب إن نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال لا والله الذي يبدو من خلال السؤال ومن خلال الجواب من أن مالكا الجهني يريد أن يرسم صورة للإمام المعصوم بعيدا عن الجانب البشري وعن المظهر الطبيعي وعن السلوك الإنساني الاعتيادي فهو يريد أن يعطي للمعصوم أوصافا هو يعتقد أن الكمال في ذلك وما ذلك بكمال الكمال أن يظهر المعصوم في جميع الاتجاهات وأن يظهر في جميع الصور أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يعني أسباغ النعم يكون في كل المظاهر وفي كل البواطن أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فكل ما في الظواهر من النعم وكل ما في البواطن من النعم هذا قصور عقلي واضح وقصور عقائدي واضح من أن نحبس المعصوم في تصور نحن نريده فمالك الجهني هنا يريد أن يصنع قالبا للمعصوم مثلما هي المشكلة في واقعنا العقائد الشيعي مشكلة الشيعة ليس أنهم لا يحبون أهل البيت وليس أنهم لا يوالون أهل البيت وليس أنهم لا يتبرؤون من أعداء أهل البيت وليس أنهم لا يملكون نية صادقة في خدمة أهل البيت وليس أنهم يحملون شيئا سيئا مضادا ومنافرا لأهل البيت مشكلة الشيعة أنهم صنعوا قالبا للإمام المعصوم يريدون من الإمام المعصوم أن يكون بحسب قالبهم هذه المشكلة المشكلة العقائدية في واقعنا الشيعية هذه وهذا الكلام هو نفسه إنه نصف صاحب هذا الأمر إنه إنه يتحدث عن نفسه عن الشيعة إنه ما قال سمعت منك ابن رسول الله وهكذا فهمته إنه نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال لا والله لا يكون ذلك مثل ما قال إمامنا الصادق للذين كانوا يقولون من أن المشروع المهدوية لن يحتاج إلى الأسباب الطبيعية فماذا قال إمامنا الصادق قال لا والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق لا يكون ذلك لا يقولون هكذا في أدب الثورات من أن كل ثورة من الثورات تحتاج إلى قطرات من دموع وإلى قطرات من عرق وإلى قطرات من دماء يقولون كل ثورة هي بحاجة إلى هذه القطرات فوالله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق لا بد من أن تجري الأسباب الطبيعية نعم فإن الأسباب الطبيعية في كثير من الأحيان حين تطبيق المشروع المهدوي ستكون عاجزة وستكون قاصرة وحينئذ حينئذ سيتصرف الإمام بولايته لكن الخطوات الأساسية في مشروعه الإمام يتحرك بالأسباب الطبيعية فماذا قال الباقر قال لا والله لا يكون ذلك أبدا لا كما تريد أن تحبس الإمام المعصوم في قالب أنت تصنعه في قالب تصنعه وتخرج الإمام من كثير من مظاهره من المظهر البشري ومن تفاريه لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه يعني لابد أن تجري الأمور بمجاريها الطبيعية ونحن حتى إذا أردنا أن نجعل الرواية مخصوصة بإمام زماننا نحن نقرأ في الأحاديث التي تخبرنا عن شؤنات ظهور إمام زماننا من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يبعث رسولا من قبله إلى أهل مكة في أواخر ذي الحجة كي يحتج عليهم وهذا أسلوب واضح لاستعمال الأساليب الطبيعية والطبيعية جدا فإن الإمام يرسل رسولا من قبله ويسلمه بيانا ويقرأ البيانة بين الركن والمقام النفس الزكية لس من علامات ظهور الإمام القريبة قتل النفس الزكية من هو النفس الزكية رسول يبعثه الإمام الحجة من المكان الخاص به الذي يخطط فيه لظهوره صلوات الله وسلامه يبعثه من ذلك المكان إلى مكة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحج ويقف ويقف في وسط الناس ويلقي خطابا ويقول من أنني مبعوث لكم من قبل الحجة بن الحسن العسكري وهذا بيانه ويتلو ويتلو بيانه والروايات ذكرت لنا بيانه حتى البيان الذي سيتلى أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع ويقتلونه وهذا أيضا دليل آخر على أن الإمام يتصرف بطريقة طبيعية جدا بحيث أن رسوله يقتل ونفس الشيء حين يخرج بعد ذلك في العاشر من المحرم يعني بعد خمسة عشر يوم يخرج الإمام في العاشر من المحرم أيضا يلقي بيانا وحين يأتي إلى العراق أيضا يلقي بيانا وأكثر من بيان وحين يلتقي بجيش الحسني وأولئك أصحاب المصاحف الذين يعترضون على الإمام الإمام يمهلهم ثلاثة أيام والأمر نفسه حين يذهب إلى النجف ويخرج السفياني مع شيعة العراق حين أقول يخرج السفياني لا أقصد بنفسه وإنما قائده في العراق ويخرج أهل النجف وشيعة العراق وعلماء النجف يخرجون في نصرة السفياني لقتال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويكون ذلك في يوم الأربعاء والإمام يمهلهم إلى يوم الجمعة وهذه التفاصيل وردت في الروايات وأكثر من ذلك ينصب واليا على مكة فما إن يخرج من مكة فيهجم المكيون فيقتلون والي الإمام ويعود مرة ثانية وينصب لهم واليا ثانية وما إن يخرج حتى يقتل واليه مرة ثانية كل هذا يشير إلى أن الأمور تجري بالأسباب الطبيعية نعم حينما تتعطل الأسباب الطبيعية ويكون قصور وتقصير هناك حينئذ يتدخل الإمام بولايته صلوات الله وسلامه عليه التي يظهر تعريفها في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم فلذا يقول إمامنا الباقر لا والله جوابا على سؤال مالك الجهني إن نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه وأعتقد هذه التفاصيل التي أشرت إليها تشير إلى هذا الأمر بشكل واضح فالإمام يرسل رسولا من قبله الذي لقب بالنفس الزكية في الروايات والأحاديث بعد مقتله مقتل نفس زكية وهذا نحو من أنحاء الاحتجاج وإقامة الحجة على الناس وهكذا في سائر التفاصيل الأخرى إذا أردت أن أقرب الفكرة فإن الأحاديث الشريفة تتحدث عن شبه واضح في سنن إمام زماننا سنن يعني القوانين بسنن الأنبياء السابقين وما سورة يوسف أتعتقدون أن سورة جاءت لتؤرخ لمذكرات عائلة يعقوب وأولاد يعقوب سورة يوسف مثال تقريبي لغيبة إمام زماننا وهذا الأمر واضح في أحاديث العترة الطاهرة أخوته دخلوا عليه وما عرفوه مع أن يوسف كان مميزا الفراعنة الأقباط لهم مواصفات معينة مواصفات في الجسد مثلما بقية الشعوب مثلما الصينيون لهم مواصفات معينة الصوماليون لهم مواصفات معينة وهكذا كل شعوب الفراعنة الأقباط كانت لهم مواصفات معينة والذي يدلل على هذا هناك تشابه في الصور المرسومة على جدران المعابد وفي الآثار المصرية وحتى في الممياءات التي عثروا عليها ليس الحديث في هذا الموضوع فيوسف كان مميزا بحسنه وجماله الفائق ومع ذلك ما استطاع أخوته وما كانوا أغبياء أخوته كانوا أذكيا ما كانوا أغبياء ولكنهم ما استطاعوا أن يميز الأمر فهو خطط لبرنامج مفصل لأجل أن يتعرفوا عليه وهذا المعنى تحدثت عنه الروايات الشريفة فماذا قال لهم في الآية التاسعة والثمانين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إلى الآن هم لا يعرفون شيئا عن الموضوع بعد كل التفاصيل التي جرت بعد بعدما وضع وعاء الملك في رحل بن يامين القصة التي تعرفونها بعد كل التفاصيل وبعد أن رجعوا إلى أبيهم ورجعوا مرة ثانية القصة طويلة لا أريد أن أحكيها لكم تعرفون بعد أن رجعوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاد فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هنا قال لهم يعني إلى الآن وهم لا يعرفون شيئا ما أن أباهم قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه قال لهم هكذا ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولكن لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر هم يبحثون عن الطعام يبحثون عن المؤونة المؤونة هنا قال لهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وهو يصنع لهم العذر قالوا قالوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف فاستدلوا عليه من ذاته بذاته لذاته قالوا أَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف قال أنا يوسف وهذا آخر ما جاء في الآيات من قصة يوسف النبي فيوسف النبي هو الذي رتب لهم البرنامج الكامل كي يتمكن من معرفته ودلهم بترتيب إلى أن استدلوا عليه بنفسه قالوا إنك لأنت يوسف ما استدلوا بالآثار ولكن بعد برنامج مطول وهكذا هي الأمور تجري بأسبابها وهذا معنى ما قاله إمامنا الباقر لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه بالمجمل الرواية ليست خاصة بإمام زماننا مالك مالك الجهن هذا دائما يتحدث في هذه الأجواء وهنا يتحدث عن مقامات الإمام المعصوم عموما لا بنحو خاص وإن كان الحديث يمكن أن يكون موجها بحسب زمان الحديث في زمن إمامنا أبي جعفر الباقر ولكن المعاني تنطبق على الجميل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شكرا